حدثت هذه القصة بشاب في العشرين من عمره ومنذ وقت قصير هو مؤدل مسجد يحفظ القرآن عرف بحسن الخلق والأدب كانت الليلة ليلة خميس وكان خرج صباحا بزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته وهو من شباب جده خرج مع مجموعة من الشباب إلى قرية يقيم فيها جده وجدته خرجوا لتوزيع التمور على العوائل الفغيرة وتوزيع المعونات ودعوة الناس لتوزيع الأشرطة والكثيبات هناك لما انتهت مهمتهم رجعهم وبقي هو عند جده وجدته فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس فقال لك جده اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال وسأوقضك لصلاة الخجر ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترس بقراشة وذكر الأذكار ونام كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن باهرة في الجمال فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الساب أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك كنت أظن أني في حلم ولست بيقوان وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبولات فماذا حدث؟ تخيل نفسك بهذا الموقف وهذا الامتحان تخيل نفسك بهذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير فهي ستجعله أهونا الناظرين إليك اسمع رعاك الله قام صاحبنا من فراشك ودفعها بقوة وصفعها صفعة على وجهه ثم لبس زغبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلس يبكي حتى أكل المجد سبحان الله هو يبكي وكثير من الشباب يضحكون ويضحون بمثل هذه الفرص التي عنها يبحثون سيضحكون لكنهم ربي سيبكون كثيرا وسيندمون فلما أصبح الصباح أخبر الشاب خاله بما حدث وتم تسفير القادمة في أقل المسبوع يقول مضوالي الخبر ونقله ثم لاحظت المرض على صاحبي لاحظت المرض على صاحبي بعد هذه الحادثة من شدة الموقف ومن شدة خوفه من الله ولازلت أسأله وألح عليه بالسؤال حتى أخبرني بالخبر وأقسم علي أن أخبرني أحدا يقول من نقل لي الخبر والله ما نقلته إلا للمصلحة والله ما نقلته إلا للمصلحة أحسب هو الله حسين من السبعة الذين يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظل رجل دعا ثم رأى أحسين وجمال فقال إني أخاف الله أني أخاف الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة